وصباحا الخير كل جمهور الجزائية شكرا لك في البداية سيد بن دراجي حدثنا عن مدى التقدم المحرس في هذا المجال الحمد لله في الأوين الأخيرة حققنا تقدمات كبيرة في مجال بناء ويصلح صفن في الجزائي وهذا بتضافر جهود كل وزارات منها وزارة صيد البحري وزارة صناعة وزارة النقل لكي أطاعت أماكن في الموانئ ووزارة الداخلية اللي كانت قامت وأشغفت مع الولاد الساحليين لكي يسهلوا الاستثمارات على مستوى كل الموانئ الصيد والتجارة من أجل نهود بهذا الشعبات تعبناء وإصلاح صفن في الجزائي نعم حتى أنه خلال افتتاح صالون الجزائر الدولي رئيس الجمهورية عبد مجيد تبون الذي أشغف على الافتتاح دعا إلى عقد شركات مع مستثمرين أجانب مثل المستثمرين الإيطاليين وأيضا الروسيين في مجال صناعة السفن ربما كيف يمكن اليوم الاستفادة من الخبرة والتجربة الأجنبية في هذا المجال مجال صناعة السفن يعني إحنا كمؤسسة إيكوراب كانت لنا فرصة وكنا درنا صدير شراكة الآوين الأخيرة وكانت لنا لنا تمار صدير هذه الشراكة مكنتنا باش نصنعوا مواخر والسفن فلادية هي الأولى في الجزائي اللي صنعت وكنا قدمنا وحدة صدير ليبرينها الزبون تعنا واستيعش فرعلي صناعة راك نوك كانت لنا فرصة باش انتجنا أول قاطرة فلادية صنعت في الجزائي وهذا الشراكة صدير اللي جاية إن شاء الله وإحنا نعتزمه باش تكون شراكة بناءة ونافعة للبناء السفن خاصة منها السفن الكبيرة اللي تستعمل في الموانئ إذا كانت قاطرات أو سفن اللي صيد فيها عالي البحار باش نقعدوا في النطاق صدير المتوسط ما نروحوش فوق 40 متر على خاطرش سفن اللي فوق 40 متر تطلب باقي يسيتمارات أكبر ولكن حنا حاليا عنا الإمكانيات باش ننتجوا سفن تاع 30-40 متر متل قاطرات وكان سيد الرئيس الجمهورية خلال افتتاح واللي الصالون كانت تقدم له عرض من طرف مؤسسة بناء السفن تابعة للوزارة الدفاع الوطني وينقالوا اللي راحين يبدو في صناعة قاطرات تاع 30 متر وحنا يكورف تاني ترانا في مواصف في ديديش فيشو مع مصالح تاع الموانئ باش ننتجو تاني هاد القاطرات يعني طلعنا في النبو رانادوكا طلعنا في المستوى أعلى باش بدينا نطوروا صناعة بروفيسيونال وهذا شركة مع الإيطاليين والروس تكون منفعة كبيرة فيما يخص الانجينييري البروصس بفابريكاتون تدير هدو هم التقنيات الخاصة ندير أننا محتاجينها أما فيما يخص العتاد والماتير برميار كما دوك الفولاد البحري موجود على مستوى الحجار كان بعض المقاولين كما احنا كانت لنا فرصة باش بنينا هدوك القاطرات الأولية سوف نبني في زوج وحد دخل سوف نقدموهم برنا التيشو تعلق سوط ريتان لذلك لدينا المقاولات وعندنا عدة فروع سوف نسوط ريتهم لذلك طورنا هذا سوط ريتان وهي مهم في هذا المجال وهذا سوط ريتان مع الأجانب سوف نمكنونا باش ننهدو بهذا قطاع تعبناء ويصلح صفن وتكون عنا نوعية وينكاليتي سوبرير إن شاء الله نقول لي أنو عندكم حديث صفن وينكاليتي نحن عقد مع استياش اللي هي فرع من سوناتراك وحنا نشكر مؤسسة سوناتراك لدينا تيقى خاطرش هنا نولو تيقى باش نديرو في الصناع الجزايريين حنا عنا لإنكانيات باش ننتجو منتوج دات نوعية وحنا عنا سفينة رأي في بجايا رأي حالي رحا تدخل حيز لإنتاج وعنا سفينة تانية رأي نكمل فيها رح نمدوها نسلمها في أواخر هذا الشهر إن شاء الله بداية شهر جويا نمدوها الفرع تاستياش اللي هو في أرزيو وهي صدر بين اللولة والتانية طلعنا في الجودة تحها والتالتة إن شاء الله الميناء سكيك ده رح تكون إن شاء الله في الشهر المقبل وهكذا نكون مدينا كل قاطرات فولادية متر وإن شاء الله رح نبدو مع مجمع سيربور باش نديروا إن كوماند تاعدير موركر قاطرات تاعد 30 متر وهذه تكون أولى صدر التجربة بروفيسيونال في الجزائر نحن ومع لوسيران إن شاء الله وإحنا مدى بينا ستدير هاد سنعة السفن يكون تدافر الجهود على خطرش احنا كمؤسسة عمومية نكون قاطر لهاد المنتجين خطرش مصنع على طول السحل باش نكون احنا كمؤسسة عمومية قاطر لهاد المنتجين صغار وللمنتجين ان جنرال أكيد لكن السيد بن دراجي كمستثمر في صناعة السفن ربما ما هي العراقيل التي توجهوها ربما في تطوير هذا المجال لا لا هي العراقيل الحمد لله كانت تعليمات صارمة من أجل رفع القيود ستولة البيروكراطية أو القيود البنكية ما زال بعض المشاكل من جانب التمويل والبنك مهادية رأي تتحسن يعني الحمد لله من كل العراقيل البنك احنا كشركة عمومية احنا عنا وجودنا موجود ولكن كان بعض الشركات هذوك الخواص هما عندهم مشكلة كثيرة كان عندهم في العقار ولكن قتلك بتضاف الجهود بين وزارة النقل وزارة الصيد وزارة الداخلية وكذا وزارة الصناعة رأهم داروا لهم داروا استثمارات داروا أطولهم العقار في المناطق الصناعية يعني كل العوائق رأيت تتحل تدريجين يعني الحمد لله ولكن قعد النعائق أساسي وهو السادة راح يتحل من طرف وزارة الصناعة وزارة الصناعية 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 أو العمال في البحر ويجب أن المنتج يكون مؤثر ويكون متابعة ويكون كين متابعة كين مراقبة ولكن إطال قانوني لإنشاء مصنع بناء صفن وإصلاح صفن هذا هو النقص والآخر ويكون أهم كدر جريديك ليوضع الأسس القاعدية لفرعة الصناعة ومبعد كين المصالح اللي تقوم بالرقابة والمصالح اللي تقوم بالمتابعة من طرف كل الوزارات المانية نعم لكن ماذا عني تكوين سيد بن درجي هل هناك تكوين في هذا المجال لا الحل هي شوفي احنا في صناعة صفن كان عدة أنواع صفن صفن فولادية صنعة بالألياف زوجاجية والخشب بالحظ وفيما يخص الفولادية تكوين عام كان لشودروني لصودر كان لزيلكتريسيان وكان كل شعب تكوين موجود في الأماكن في الأماكن فيما يخص الدراسات وتخطيطهم بالإنجينيور كل الولايات أو يدخلوا شعب جديدة في التكوين ونحن اتصلوا بنا ودلنا نضينا اتفاقيات مع مديرية التكوين باش يكون تكوين في هذا نمط تعبناء السفن خاصة منها الألياف الزوجاجية مجهود كبيرة ويندار من طرف الدولة في مجال التكوين ونحن كمستطمرين ولا كصناع ولا كتقنيين باش يجووا يتعلموا عنا يمقتلك احنا كشركة ايكورافية شركة عمومية بوابها مفتوحة تصوى للمتربسين من معاهد ولا من الجامعات ولا من اللي شارشور اللي حبي يتفلوبي حاجة وان شاء الله كمقتلك كلان متحصلوا على هدك صفقة تحليل روموركور تحليل 30 مترا تكون أول تجربة في الجزائر وهذه كما قلتنا المتجمعة ماشي وان شاء الله كل توفيق لكم شكرا لك على هذه المداخلة وكل هذه التفاصيل إذا المشاهدين نعود لمواصلة هذا الموعد ترأس أو مشاهدين أولوية للحدث إذن ترجمة نانسي قنقر